مرحبا يا حلوين كيفكم؟ إن شاء الله بخير معكم المدرسة ولأكاخية مدرسة مادة هيات بالقسي للصف الأول اليوم سنكفي درسنا ونعمل مراجعة صغيرة للشغلات اللي تعلمناها في عنا هون شوية تمارين رح نحل كلاياتنا سوا خلونا نبليش هم بيقلو لنا هون قرسل ري انجلينيس اهتيات شلارة قلب شكلينين يستيكل ريسة يلضز شكلينين إتنا هم بيقلو لنا إنو الشغلات اللي نحن منحتاجها لحتى نقدر نعيش نحطهم جو القلب اللي هون والشغلات اللي بتكون رغباتنا يعني مجرد رغبات مو احتياجات نحطهم جوه النجمي اللي هون خلونا نبلش عنا هون أول شي شو شايفين عنا هون قنينة مي المي المي نحنا منحتاجه لحتى نقدر نعيش ولا هو مجرد رغب إلينا إذا ما كان موجود تمان فين نعيش فين نعيش نحنا من دون المي برافو عليكم نحنا ما فين نعيش من دون المي برافو عليكم نحنا ما فين نتعلم إذا ما كان الألم موجود فإذا هو رح يكون من احتياجاتنا لحتى نقدر نتعلم في عنا هون أدوية الأدوية إذا ما كانت موجودة نحنا فين نعيش نحنا إذا مرضنا وما بيكون في عنا أدوية كيف رح نروح المرض فإذا الأدوية بيكون من احتياجاتنا شي برافو عليكم الأدوية بتكون من احتياجاتنا شوف يا عنا هون يا عنا كيك الكيك هو من احتياجاتنا شي برافو عليكم نحنا منقدر نعيش طبعا منقدر نعيش فأيزان الكيك هو من رغباتنا فهون منحطوا منحطوا بالقلب ولا بالنجم برافو عليكم منحطوا جمه النجم شو شايفين هون فيهنا غزل البنات غزل البنات سوى من احتياجاتنا شي إذا إحنا ما أكلنا غزل البنات فينا نعيش طبعا فينا نعيش برافو عليكم فإذا غزل البنات وين ما نحطه جوه القلب ولا جوه النجم ونحط غزل البنات جوه النجم برافو عليكم هيك صرنا نعرف شو الشغلات اللي نحنا محتاجين وشو الشغلات اللي بتكون مجرد رغبة إلنا فقط هون يا حلوين عنا شوية تمارين رح نحلها سوا فعنا هون يعني بنا نقيم نفسنا بنا نشوف حالنا إذا نحنا متذكرين ولا لا هون عنا يا حلوين أول سؤال أشها دكي إيش ليش ترملر دان هانقي سي دور ودور بالتوصيلات اللي تحت أنا واحد منهم صح لنشوف أول شي هون عنا شو عنا الناني الناني حكينا عنها هي مين بتكون الناني النميزين كسكاردشي عم بيقوله هون إنه هي بتكون أخوه للماما هنشوف إذا صح ولا لأ بابا ني بابا ني بابا ني كمان حكينا عنها بابا مظن أني سي هي بتكون أمو للبابا ددي الجد كمان حكينا عنه بابا مظن أركيك كاردشي هو بيقول أخوه للبابا فإذا أنا واحد من هدون صاح برأيكم أناني هيا هيا مين بتكون أناني بتكون أم الماما بتكون أم هل الماما وهون هنن قايلين هي بتكون أخت الماما فهاد غلط هون عنا بابا عنا بابا عنا عم قلولنا هون هي بتكون ام الماما فهون صح هاد هو الجواب الصحيح لنشوف هون ددي ددي بابا مظن أركيك كاردش خطأ ددي هو بيكون أبو للبابا ما بيكون أخوه بيكون أبو نشوف السؤال التانية حلوين أشاهدكي توجوك لاردان هنجسي كاينك لاردورو كولن مقتدر الصور اللي تحت زملائنا مين مننون عم بتصرف صح أول صورة عنا هون في عنا هون زميلنا عم بفرشي سنانو في عنا هون هاي البنوتي فاتحة الضو وعم نشوف هون برا انه في ضو يعني بنهار نحنا بنهار مشغل الضو شي نشوف الصورة اللي بعدها هون عنا بنوتي عم بتفرشي سنانا شو عم نشوف عم نشوف هون انه هي فاتحة المي صح هاي البنوتي هون مشغل الضو هون برا عنا ضو فبنهار هي لازم تشغل الضو برافو عليكم ما لازم تشغل الضو بنهار عنا هون زميلنا عم بفرشي سنانو متل ما شايفين بس هون هو مسكر المي وقت يحتاج للمي بيفتح المي وبيغسل فمين من هدون عم بتصرف صح برايكم برافو عليكم هون صديقنا عم بتصرف صح هاد هو الجواب الصحيح هون يا حلوين افيني زيني ريني سوز دول اراك تعريف افينيز عم بقول انه اشرحوا موقع بيتكم انتو بالبيت قعدوا اشرحوا للماما او للبابا طلعوا برا البيت شوفوا شوفي على يمين البيت وشوفي على يسار البيت وشوفي مقابي للبيت كمان شوفي ورا البيت فالبيت رح يكون هون نحن رح نحدد موقعه من خلال انه نعرف شوفي على اليمين وعليسار طمعوا يا حلوين تشرحوا للماما بالبيت على الموقع لحتى تقدروا تحفظوا موقع بيتكم من كف يا حلوين عنا هون السؤال الرابع اي لقوا يا لرمزة استكفي اهتياج لرمزة افادة اي داركن هنجي نزاكات افادة لرنو كلا مليز نحن وقت نخبر افراد العائلة عن احتياجاتنا ورغباتنا شو الكلمات اللطيفة اللي رح نستخدمها عم تتذكروا شو حكينا الكلمات اللطيفة اللي رح نستخدمها نحن وقت نكون بدنا شي منقول اول شي في عنا كلمة لطفان اذا بدنا شي من حدا من فضلك يعني لطفان او منقول رجاء درم يعني عفوا فينا نستخدمها كمان بمعنى انه من فضلك رجاء درم كمان نستخدم تشكر اي درم او كمان نستخدم ساكنجا سيوكسا او يعني اذا ما عندك مانع هدول الكلمات اللطيفة او مستخدمها وقت نطلب شي محتاجينه او شي بدناية من افراد العائلة تمام يا حلمين لانه هون السؤال الخامس كمان نستخدمها كمان نستخدمها كمان نستخدمها كمان نستخدمها شو فوائد بانه نحن نعمل مخطط اليومنا حكينا عن المخطط اليومي اللي عملو زملائنا شو الفائدة منه برأيكون الفائدة انه نحن بيصير في عنا وقت على كل شي بيصير في عنا وقت حتى ندرس بيصير في عنا وقت حتى نعود مع اهلنا كمان بيصير في عنا وقت حتى نلعب نستمتع فنحن وقت نعمل مخطط نرسم جدوال نحط مثلا من الساعة كذا للساعة كذا نحن هيك رح نعمل يكون وقتنا كله ضمن برنامج رح يكون يومنا كتير حلو وكتير مفيد وكتير رح نستمتع فيه عنا هون السؤال السادس يا حلوين أدرس في تليفون بالقيلة رمزي كيملارا كيملارا بايلاش ماليز نحن حكينا عن البطاقة اللي مكتوبة عليها اسمنا ومكتوب عليها الموقع ورقم تليفون للماما والبابا هال البطاقة نحن لمين ما لازم نعطيها حكينا نحن وشرحت لكم لمين لازم نعطيها ولمين ما رح نعطيها نحن منعطيها لمدرسيننا موظفين للمدرسة فقط أما الأشخاص اللي ما منعرفهم ما منعطيهم البطاقة تماما يا حلوين هون عنا سؤال السابع اي لا يبيل اردتوطان دار لر ارنك لر سيلي نز يقول لنا أنه نعطي أمثلة للقيم أو الشغلات اللي بتخلي أفراد العائلة تكون مع بعضها البعض متضامنين وتساعدوا مع بعض. هلأ رح نعطي كام مثال. مثلا أخوكم شقلكم دفتركم بالغلط. هو ما كان بيقصدوا أنه يشقلكم الدفتر. هون أنتو بتسامحوا على غلطه. حتى هون أفراد العائلة تكون مع بعضها البعض متضامنين منسامحوا على غلطه. وكمان منزور بعضنا البعض مثلا منروح لعند الجد والجدة منزورهم كتير. كمان إذا حكينا نحنا أنه إذا كان شخص من الأفراد العائلة بموقف صعب. مثلا يكون مريض نحنا. هون لازم نفرجيه الحنية. لازم نهتم فيه. لحتى هو يشفى منمرضه. وشوفنا حواليه. عم نهتم فيه ونحبه ونفرجيه الحنية. تمام يا حلوين. كمان حكينا أنه إذا كان في حدا مسافر من الأفراد العائلة. فرضا البابا مسافر. نحن هون لازم نتصل فيه. نتصل فيه كتير. نتطمن عنه. نسأله شو عمل. وين راح وين إجا. ونقعد بالبيت. وننسى هو خلص سافر راح. لا نتصل فيه. كمان حكينا أنه إذا كان فيه شغل بالبيت. الشغل هاد نحنا نتقاسمه بيناتنا. ونتساعد سوا. ما لازم نحط الشغل على شخص واحد بالبيت. مثلا مثل التنظيف. تكون في عنا أخط واحدة مثلا. نترك التنظيف كله عليها. لا نحنا كمان منساعدها بالتنظيف. نساعد الماما بجلي الجليات كمان. ومساعد بعضنا بشغل البيت كله. وهيك يا حلمين. أفراد العائلة كلياتهم. بصيروا يحبوا بعض. ما بيضلوا زعلانين من بعض. كما أنه كسلك بيتار. يعني زعل ما بيضل بيخلاص. وقت يتعاونوا سوا. ويكونوا مع بعض بكل شي. بيكونوا متعاونين مثل ما حكينا. وكمان. بيحبوا بعض. وبيحترموا بعض. ودائما متحابين. وأنتو كمان كونوا هيك. ساعدوا خواتكم. ساعدوا الماما والبابا. بيشغل البيت. حبوا بعضكم. واحترموا بعضكم. لحتى تكونوا كلياتكم سوا. تمام يا حلمين. وهيك اليوم. بيكون خلص درسنا. وإلى اللقاء في الدرس القادم. ترجمة نانسي قنقر.